سير متواجد على تطبيق اليوتيوب لربما هناك بعض الأشخاص لم ينتبهوا إليه فعندما تريد البحث عن شيء في هذا المكان إذن هذا هو الشكل كما يظهر لي ولكم ولكن يوجد خيار آخر عندما تقوم بالضغط على هذه الثلاث النقاط ثم تقوم بالضغط على فلاتر البحث هنا تقوم باختيار الشيء المناسب لك وبأقصر مدة ممكنة على سبيل المثال الترتيب مدى الصدق منذ تاريخ التحميل أو التقييم أو عدد المشاهدات على سبيل المثال تاريخ التحميل النوع يعني هل تريد الفيديو أم قناة أو قوائم تشغيل أو فيلم فعلى سبيل المثال الفيديو هناك تاريخ التحميل في أي وقت في آخر ساعة في اليوم في هذا الأسبوع هذا الشهر أو هذا العام على سبيل المثال سوف نقوم باختيار اليوم والمدة التي تريد على سبيل المثال أقل من أربع دقائق أو يعني ما بين أربع دقائق وعشرون دقيقة أو أكثر من عشرون دقيقة على سبيل المثال أقل من أربع دقائق وهنا تختار هل تريد هذا الفيديو هل هو مباشر أو بجودة عالية أو بدقة عالية أو مع الترجمة أو بدون حقوق ملكية وأشياء أخرى فلا سبيل المثال سوف أقوم باختيار بدقة عالية ثم أقوم باختيار الموقع وبعد ذلك أقوم الضغط على التطبيق وهنا سوف تظهر معي النتائج التي قمت بعملها على هذا الفيلتر كما تشاهدون إذن كما تشاهدون إذن لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لربما هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن هذا السر ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل معه زر الجرس السلام عليكم وتحية لكم ترجمة نانسي قنقر